يا حبيبي بانت لبتك بعد مدابة إشرتك الأيام الكاشفة إبراهيم أهلا بك يا شماندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 763 اللي بيبدأها المهندس عد لبداية شعبوية قوي ويبدو أن الغزالة رائعة خير لا واضح واضح من طيارات الهجوم وتعدد الجبهات حتى اخترقت صفوف بعض المنتمين أو الذين يدعون الانتماء للنادي الأهلي فبدأ الضغط بكل اتجاه وبشكل غير مسبوك ومباشر ولا يمكن أن يصدر عن محب أن تهاجم وأن تسفه وأن تحبط من تحب له مجرد أنه مش على مزاجك أو أنك توقع بين العناصر وبعدها لأن عناصر أي الرياضة في مصر أستاذ إبراهيم يعني نادي أو اتحاد إدارة أجهزة فنية لاعبين ثم القوى الكبرى الجماهير اللي من دعمها وتأثرها يأتي النجاح واللي يأتي القوة ودائما ما كان عنصر القوة ومصدر القوة واللي يدي الأهل السبات في التماسك بالتقاليد والقرارات الصعبة هو جمهوره الدعم بوعيه لا وواثقته أما وأن هناك من ما صب نفسه الحكيم أو أن الواصي على النادي الأهلي أو أن أنا أملك النادي الأهلي محدش يأملك النادي الأهلي أبدا 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 الأهلي كيان لا يمتلك أحد ولكن ينتمي إليه الجميع بمنطل حب والتقدير والشرف من أول واحد خلق هذا الكيان وكان صاحب فكرته إلى أمين هذا الأهلي لا يمتلكه أحد لأن الأهلي فكرة والفكرة ملك الجميع دا كلام مهم جدا في حلقها نأتي على الكثير من التفاصيل فيها ولكن تبقى هناك أبرز العنوين مقالي ومقاله زهبيات الصدفة وفي الغربال العينة بينة وبتزعله وبعض متلسانه مجرد بداية لا تهويل ولا تهوين والشموع الحمراء عن دولة حسين رشدي باشا لكن في أسرار الملك سنوات العطاء والوفاء وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ترجمة نانسي قنقر